اهتزت الأسواء الأمريكية والعالمية بعد ثلاث حالات إفلاس لبنوك أمريكية بانك سيليكون فالي وبانك سيجنيتشر وبانك سيلفر جيت في معانة أسهم القطاع المصرفي بوول ستريت من عمليات بيع مكثفة وذلك رغم أعلان السلطات الأمريكية لأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع زبائن بانك سيليكون فالي كما أعلن الاحتياط الفيدرالي أنه رح يوفر تمويل إضافة للبنوك لمساعدة على تلبية احتياجات المدعين بمحاولة لإستعادة الثقة وتجنب عمليات السحب الضخم للودائع اللي بتزيد من إضعاف المصارف الرئيس جو بايدن أيضا سيرع بطمأنة الأمريكيين بأن نظام المصرفي آمن والودائع ستكون موجودة لما بيحتاجوا إلى وذلك بمؤتمر صحفي وتعهد بتشديد اللوائح المصرفية بعد اضطرار جهات التنظيمية الفيدرالية للتدخل كما أكد أنه مديري البنوك سيقالون وسيخسر المستثمرون بالمصارف المفلسة كل أموالهم بوالستريت استمرت عمليات البيع مع بداية الجلسة فسهم فرست ريبوبليك بينك اللي بتدور حول شكوك من إفليس مماثل تراجع سهمه 73% كما انخفضت أسهم بنوك أخرى كوسترن إلاينس ب82% وإلى البورصات الأمريكية ووصلت البورصات الأوروبية تراجعة أيضا لتسجل أسوأ جلسة خلالها السنة على وقع المخاوف من انتقال عدوى الإفليس فخسر مصرف كريدي سويس أكثر من 10% ليسجل أدنى مستوياته التاريخية وكومرتز بانك 12% بوقت أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية بألمانيا تجميد أصول وحدة سيليكون فالي بانك بالبلاد أما ببريطانيا فأعلن بانك HSBC أنه استحوذ على وحدة بانك سيليكون فالي مقابل جوني سترليني واحد بخطوة من شأن حماية الودائع ومواصلة العمل المصرفي كالمعتد